وفي سياق متصل وضع أمس فخامت رئيس الجمهورية إدريسي بيتنو حجر أساس مشروع الغاز والمشتقات البترولية الأخرى بحقل السيدكية البترولية الواقع بإقليم كانم وذلك بالتكلفة مالية تقدر ب120 مليون دولار وسوف ينفذ المشروع في مدة عام من قبل إحدى الشركات الصينية وحاول أهمية هذا المشروع الحيوي والهام فقد عد زميل محمد حسن عبد الرسول الورقة التالية بعزم وإصرار صادق من قبل رجل التنمية والازدهار إدريسي بيتنو تشهد شاد يوما بعد يوم إنجازات ومشاريع تنموية مختلفة في العديد من القطاعات التي تعود بالنفع للشعب الشادي هذه المرة من إقليم كانم وبالتحديد في منطقة سيديقي حيث الحلم الذي يراوذ أبناء كانم منذ عقد من الزمان تحول إلى حقيقة واقعية ها هو رجل السلام والبناء والتعمير إدريسي بيتنو يضع حجر الأساس لبناء المجمع النفطي والغاز بسيديقي حيث تحتوي هذه الحقول النفطية إميات كبيرة من الإنتاج الذي يعود بعيدات مالية واقتصادية لصالح ابناء الإقليم وشاد هذا وتقوم الشركة الشادية للمحروقات بالإشراف أما التنفيذ فمن قبل شركة بلويسيان إنرجيا الصينية بالتنصيق من مجموعة الشركات البترولية وتستغرق الفترة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع 12 شهر ويسمح هذا المجمع بتوفير الطاقة الكهربائية وغاز البيتان الذي يستخدموا للاستهلاك المنزلي كما أن المصفاء الذي هو بداخل المجمع النفطي يقوم بتكرير النفط الخام ومشتقاته ليتم تسويقه داخل البلاد ودول الجوار بحق وحقيقة له إنجاز كبير وثمرة التعاون جنوب جنوب بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية في خطابه بلهجة القرآن حيى رئيس الجمهورية ابناء كانم وتفانيهم من أجل المساهمة ومسايرة المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد غربا وشرقا وجنوبا وشرقا وقال إن هذه الخطوة التاريخية ستجعل ابن إقليم كانم إقليما متطورا وحيويا اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وعرفانا لتلك التضحيات والجهود المبزولة من أجل رقي وتقدم شاد قدم ابناء كانم هدايا تتمثل في الإبل لرئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو الذي شرف وعطى العزة والتقدير لأبناء كانم لحضوره شخصيا لوضع حجر الأساس لإطلاق عجلة التنمية المستدامة في الإقليم إلى الأمام لمثل هذا فليعمل العاملون